كمان النهاردة على سبيل كان فيه اجتماع المجلس إدارة النادي الأهلي وكان فيه عدة قرارات مهمة جدا جدا النهاردة اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بيناقش العديد من الملفات المهمة اللي بتخص طبعا قطعات النادي المختلفة في الفترة الحالية وخدوا بعض القرارات حنقولها لحضراتكم يمكن بالتفصيل فيه قرار أولاني بيقول إقامة حفل تكريم يوم 15 رمضان إن شاء الله للمستشار محمود فهمي ده المستشار القانوني لمجلس الإدارة تكريما لو عن حجم عطائه وخدماته للنادي لأكتر من نصف قرار كمان فيه قرار الموافقة على توفير خدمات وأنشطة لأبناء الأهلي طبعا من زوي الهمم في مجالات اكتشاف وتنمية المواهب وتأهيل كمان المهارات بالتعاون مع العديد من المتخصصين في هذه المجالات كذلك تنظيم حملات إعلانية لنشر التوعية المجتمعية لاهتمام بزوي الهمم الموافقة على شراء أجهزة تدريب متخصصة للمساهمة في رفع الكفاءة الفنية لقطاع النشئين ده مهم جدا جدا كمان كان النادي الأهلي أعتقد في حاجة مسة للتولز للأدوات اللي قطاع النشئين محتاجها يعني فيه سنوات كمان وأنا عشت الكلام ده سنوات كتيرة جدا كان التولز مش موجودة الأدوات التكنولوجيا لازم تخش في قطاعات النشئين عشان نبني كمان نشأ على مستوى صالح كمان من ضمن القرارات الموافقة على افتتاح أكاديميات جديدة في كورت القدم بمحافظة المنوفية مع تجديد بعض التعاقدات القائمة للأكاديميات في الوقت الحالي يمكن إنشاء كمان أكاديمية الأهلي في كورت السلة في محافظة قف الشيخ بالتعاون مع طبعا منطقة اللعبة بالمحافظة ده كان كمان قرار النهاردة كمان كان فيه موافقة على إنشاء أكاديمية للأهلي فيه طبعا كورت السلة والكورة الطائرة وكورت اليد والعاب القوة بالتعاون مع مركز الشباب حلوان أعتقد قرارات مهمة جدا زي ما حضرتكم عارفين ودايما بنقول ملف القورة مهم جدا لكن كمان على مستوى خدمة الأعضاء على مستوى الخدمة الاجتماعية أو اللي بيقوم بيها النادي الأهلي أعتقد قرارات كمان أكتر من رائعة كل التوفيق لمجلس إدارتنا اللي بصراحة يا سام بيقوم بأدوار كتيرة جدا جدا وزي ما أنت قلت مهمة أو يكون هذا بالتوازي مفيش ملفة على حساب ملفة وبالتالي يعني النادي الأهلي الحمد لله في ملف القورة ماشيين بشكل أكثر من رائع على مستوى الإنشاءات على مستوى كمان مع الجامعة الأمريكية بنعمل بروتوكول الأكاديميات يا كابتن لسه كنت حضرتك بتقولوا الأكاديميات شيء مهم جدا أنت النهاردة بتتوسع في كل محافظات مصر النهاردة عندك مشروع كمان أفريقي أنت تصدر المواهب بتاعتك اللي بتطلع من النادي الأهلي ده شيء مهم جدا جدا